ناقش طباء من القطاعين العام والخاص بتازة المخاطر المرتبطة بالخطأ الطبي والإجراءات الواجبة اتخاذها لضمان ممارسة المهنة في إطار يحترم الحياة والكرامة الإنسانية وأكد هؤلاء الأخصائيون في إطار الأيام الطبية لتازة على ضرورة أن يتحمل الطبيب التزامات المهنية لتفادي أي خطأ محتمل هذه الجمعية أطباء تازة الأساس هي التكوين المستمر لكي يكون الهدف المواطن المغربي يستفد من هذا الخدمات الطبية بالنسبة لجمعية أطباء تازة لديها بثاف الأهدف من أهم هدفها كما قلت هو التكوين المستمر وكذلك نقوم بحملات طبية لصالح الفئات الطبقة التي لا يمكن أن يصل لها الاختصاصيين وهذه الجمعية أطباء تازة لنقول بأنها لا تبقى فيها القطع العام ولا تبقى فيها القطع العام والقطع الخاص اللقاء كيتحدث على واحد الموضوع شائك جدا ويتكلم عنه الجميع إحنا هنا باش نحددوا المعالم ديال الخطأ الطبي أو المسؤولية الطبية يعني شنو هما المكونات ديالها واللي كيميز هذا اللقاء هو أنه غادي تكون إن شاء الله وحنا حضرين معنا كالعائلة الطبية وكين عائلة ديال القضاء سواء الواقف أو الجالس يعني كين نيابة العامة وكين كذلك رجال القانون مشكورين اللي قبلوا أنهم يجيوا يحضروا معنا وينقشوا معنا المعالم ديال المسؤولية الطبية وتمحور النقاش خلال هذه الأيام الطبية حول مجموعة من القضايا ذات استيلة بالخطأ الطبي خاصة المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب إذا أحالت الخطأ شكرا شكرا